اشتركوا في القناة في فن الملحون ولكنها في هذه الدورة التي شرفتني بتكريمي فيها تقيم ندوة إلى جانبها عندها علمية ولاش كأن مثل هذه الندوة تقام في إطار أيام ملحونية سيكون لها مدلولها ذلكم أن الملحون كان دائما مرتبطا بالعلم والعلماء وهو اليوم ينخارط في مجال البحث العلمي ومن ثم فلا غربت أن تقام هذه الندوة العلمية الفكرية في إطار أيام ملحونية الدكتور عباس الجراري أكد من جهته على أهمية تناول فن الملحون في إطار علمي باعتباره فن موجها لجميع شرائح المجتمع ويتموقع بين الشعبي والعالمي علاوة على اهتمام الصناع والفقهاء وكبار الشخصيات بالبحث في تناياه ما أدفى عليه طبعا خاصا ترجمة نانسي قنقر